اختتمت مفوضية كشافة الشارقة بالتعاون مع كشافة الإمارات فعاليات الدراسة الأساسية للراشدين التي أقيمت في مقر المفوضية على مدار ثلاثة أيام أقيمت هذه الدراسة الأساسية للراشدين التي نظمتها مفوضية كشافة الشارقة وتهدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات الحركة الكشفية وأسس بناء اللوائح والنظم الداخلية وفقا لمتطلبات الكشافة فيما جاءت بالتعاون مع كشافة الإمارات المواد أو الهدف الرئيسي للدراسة هذه تأهيل الشخص نفسه أو تأهيل القائد نفسه بحيث أنه يجتاز بعد الاجتياز هذا يحق له أنه يرتقي أكبر ويحصل على الحبتين التي هي الشارة الخشبية بصفة عامة بمجموعاتها بتدريباتها المكثفة نخبة من المدربين يشرفون على المنتسبين بهذه الدراسة التي تعلمهم مهارات حياتية مختلفة وتسقل شخصياتهم فهنا ورشة مهارات وفنون كشفية تعلم المشاركين نصب الخيام واستخدام العصى وغيرهما من المهارات المهارة الحالية هي مهارة استخدام العصى الكشفية العصى الكشفية هي أساس وصديق لكل كشاف ولكل برشدة داخل المخيمات فهو ليس له غنى عنها باستخدام العصى الكشفية واستخدام الحبال ممكن عمل مجموعة من النمازج الخاصة بالمخيمات خاصة بالعمل المناشر الخاصة عمل النمازج سارية العلم ممكن تستخدم فيها العصى الكشفية طبعا كان عندنا عن السجلات وتكوين الفرقة طبعا تكوين الفرقة هي المدرسة يعني محتاجة تعرف شنون تكون الفرقة طرق وأساسيات تكوين الفرقة أنه هي مثلا إعلان عن الفرقة عن طريق هيئة المدرسة وأهم شيء طبعا نحن نقول هيئة المدرسة في البداية ومدير المدرسة ناخذ إذنه وبعد ما نكمل بعدين أولياء الأمور لأنها بعد مهمة ولي أمر يعطيني موافقة أن الولد ينظم لي الحركة الكشفية في الدولة تحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وطوي المجلس الأعلى حاكم الشرقة لدورها في خدمة المجتمع وإنشاء جيل واعي متسلح بأدوات القيادة والتعامل مع الصعوبات إذن تسهم هذه الدراسة في تعزيز القدرات لدى المنتسبين ليكونوا قادة في الكشفية ويحصلوا على الشارات الدولية في المستقبل لإخبار الدار وليد الأصبح الشارقة عشى الخليج عشى الوطن عشى الوطن عشى بلادي حرة طول الزمن نحن الكشافة نحن الكشافة نحن الكشافة اسمنا نحن الكشافة